وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد استهل جولته التفاقدية للقاهرة التاريخية بزيارة المقابر المطلة على شارع صلاح سالم تنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ مقبرة الخالدين كما زار رئيس الوزراء مقبرة الزعيم الوطني أحمد غرابي التي لا تقع ضمن نطاق عمليات نقل المقابر ومن المخطط أن تخضع لأعمال الترميم وزار أيضا عددا من المقابر الأثرية الأخرى لعدد من الشخصيات المعروفة تاريخيا